وصلنا عند هذا السؤال اللي هو المفروض في الكتاب صفحة 72 بيحكي لك الشكل يمثل منحن الاقتران قاف واحد جد الاحداث السيني لنقاط التشعب لمنحن الاقتران قاف جد الاحداث السيني لنقاط التشعب لمنحن الاقتران قاف اتنين اكتب قاعدة الاقتران قاف ايش يعني الاحداث السيني لنقاط التشعب الاحداث السيني لنقاط التشعب يعني وين كل اقتران لحاله وين بينفصله عن بعض او وين بيطلاقه او كل اقتران من وين لوين لو جينا لاحظ هذا الاقتران هذا اقتران طبعا خطي صح ولا لا يا جماعة هذا اقتران خطي طبعا هيك ممتد للشمال عندك لسالب ما لا نهاية وبدايته وين عند عند الصفر هون عند الصفر يعني من سالب مالا نهاية لصفر الاقتران التانهاي اقتران تربيه برضو اقتران هذا ايش اقتران تربيه برضو من صفر لهيك لليمين رايح لليمين يمينه معناته رايح لين لما لا نهاية طبعا بالنسبة للسين يا جماعة بالنسبة للسين هيك رايح للملانه وهذا من نسبة للسين رايح على السالم ملانه. اذا الاحداث السينة لنقاط التشعب نقاط التشعب هذا من الصفر ورايح لهيك للملانه وهذا صفر مسالما هي. معناته الاحداث السينة لنقاط التشعب اللي هو الصفر. ماشي? اذا الرقم واحد والجواب الصفر او سين تساوي سين تساوي ايش صفر. هذا الاحداث السيني لنقاط التشعب. رقم 2 يقول لك اكتب قاعدة الاقتران قاف لاحظ جنب المنحن الاولاني كتب لك القاعدة اللي هي سين تربيع والجنب المنحن التاني كتب لك القاعدة اللي هيش سالب سين طب هو بدون ما يكتبها بدون ما يكتبها أنا بدي أحددها لحال يعني انساك من السالب سين هاي وانسا السين تربيع هاي خلاص اعتبر هدول مش موجودات هما موجودات بالسؤال انت تعتبرهم مش موجودات احنا حكينا هذا اقتران ايش اقتران خطي طب هذا اقتران خطي مشهور ولا مش مشهور هذا مشهور كيف يا استاذ هذا الاقتران خطي مشهور ها حط سين حط صاد عندك سين هون مثلا نقطة سين سالب 1 صاد 1 سين هون مثلا سالب 2 صاد اتنين. آآ سين سالب تلات. صاد تلات. عرفتو صح? ايش هو? الوصال يساوي سالب سين. صاد يساوي ايش? سالب سين. استاذ بنا نحدد السين من وين لوين? بنا نحدد السين من وين? لوين? طبعا هون لا تنسوا. يسار يمين. هاي المنحنة. يساره? هايو. من الشمال? وين? حكينا? سالب مالا نهاية. ايه عندك من سالب مالا نهاية? لا. وين يمينه? عند الصفر. من سالب مالا نهاية لصفر. السالب مالا نهاية? حكينا. نحذفها من هون اصلا. اذا بنكتبها. ازا بيضل سين? اصغر من ايش? من صفر. في مساوة لا فيش مساوة. خنا نحط مساوة. ها. لان النقطة هاي واضح ان هي نقطة مش عارف مغلقة. من عند الاقتران الخطي ولا من عند الاقتران التربية? هنا حطيت مساوة عند الاقتران الخطي. ازا هات صاد يساوي سالب سين ووسين اصغر من ايش او صفر. ان شاء الله يكون واضح هاد يا جماعة. ماشي? صاد يساوي سالب سين سين اصغر من ايش او صفر. نجي للاقتران التربيعي هاد. يبقى هاد اقتران تربيعي. مشهور ولا مش مشهور? مشهور يا استاز. مش انا المشهور الاقتران هاد. يعني اقتران مشهور ولا الرسمة هاي رسمة مشهورة? اه. كيف مشهورة? عندك حط السين. وحط الساد. السين واحد. الساد واحد. السين. السين اتنين. الساد اربعة. واضح ان السين شو قاعد بيصير فيها? الواحد تربع ويصير واحد. اتنين اتربعها هتصير كام? اربعة. يعني ساد تساوي ايش? سين تربيع. هاد المشهور. ساد تساوي سين تربيع. جزء منه بس مش كل الاقتران. طب من وين لوين? نحط سين. اكبر. اصغر. يسار. يمين. هاي المنحنة. يساره هون. ويمينه هون. يساره يمينه. الحنا جاي هيك يا جماعة. هون يسار وهون يمين. من الشمال لليمين. شمال لليمين. واضح ان الشماله جاي عند الصفر. يسار عند الصفر. ويمينه حكينا من شوية عند المالة نهاية. المالة نهاية اصلا بنشيلها. طيب الصفر عنده مساوة لما عندهش مساوة. انا عند الاقتران الخطة حطيت مساوة. خلاص تحطش مساوة عند التربيعي. تحطش مساوة عند التربيعي. طيب لو حطت مساوة على الجهتين. ما في مشكلة يا سيدي. عادي. ما في مشكلة. حط مساوة على الجهتين. بس يفضل انك حطت مساوة جهة واحد. يا على الخط يا على التربيع. يا على الخط يا على التربيع. فصارت سين اكبر من صفر هاي تحبوا تعملوها انتو هيك سين اكبر من من صفر. ازا صارت القاعدة صاد يساوي سين تربيع وسين اكبر من صفر. طيب نجمع القاعدتين مع بعض اللي هي قاعدة الخطي والتربيعي. فبصير الاختران عندك قاف سين يساوي. اكتب الخط الاول ولا التربيعي. هيكتب التربيعي. ماشي. سين تربيع. وسين اكبر من صفر. بعدين الاقتران خطي سالب سين. سين اصغر من او يساوي صفر. هاي قاعدة ايش? الاقتران اللي مرسوم عندك هاي. هاي قاعدة الاقتران هاي. ماشي واضحة ولا في مشكلة? طيب. ناخد اه سؤال كمان? اخد سؤال كمان. وصلنا عنده هذا السؤال اللي هو في صفحة تلاتة وسبعين. هاي الرسمة. وبحكي لك جيد الاحداث السيني لنقاط التشعب. اتنين بقول لك اكتب قاعدة الاقتران قاف. اكتب قاعدة الاقتران قاف. طيب. فرعة واحدة هذا لو جيد الاحداث السيني لنقاط التشعب. ديش احله هسا? وبدي حل اكتب قاعدة الاقتران قاف. اكتب قاعدة الاقتران قاف. واضح ان الاقتران هاد عبارة عن تلات اقترانات. تلات اقترانات. هاي واحد. اتنين. تلات. واحد. اتنين. تلات. خلاني اشتغل على على اول واحد. اللي هو هاد. ها. باجي على الاقتران هاد. هاد يوازي محور السنات. معناته هاد اقتران ما له. احسنتم. الثابت اللي هو صاد يساوي. مقابل ايش عالصادات هاد? مقابل للاتنين. اذا صاد يساوي اتنين. صاد يساوي اتنين. طعم. ده حدد فترة السين. السين. اكبر. اصغر. هون. يسار. يمين. اه. اه. هان يساره. خط هاد يساره. هيك شماله. وهيك اليمين. واضح ان اليسار فيه ساهم. اذا فيه ساهم مع اليسار. معناته اليسار ماله سالمة لنهاي. اذا فيه ساهم لليسار. معناته اليسار رايح لسالب ما لا نهاية. طيب. والسالب ما لا نهاية احنا اتفقنا راح نشيله كمان شوية من المتباعدة. طب ماشي. اليمين واضح ان هو مفتوح. نقطة مفتوحة. نقطة مفتوحة مش راح احطه مساوعة. طب مقابل لا ايش? السينات طبعا. مقابل مين? لسالب واحد. واضح انها مقابلة لسالب واحد. اذا انصرت سين. اصغر من من سالب واحد. هاي. من عندي السالب واحد وروح شمال. من عندي السالب واحد وروح شمال. سالب واحد وروح شمال. يعني سين اصغر من ايش? من سالب واحد. ازا هاي القاعدة الاولى. ماشي يا جماعة. طيب نيجي لهات. الاحمر هات. الاحمر طبعا اقتران اقتران خطي. هذا نشوف قيم سين وقيم صاد. صفر وصفر. هذا ننسك منها صفر وصفر. ماشي. هون سين. واحد. صاد. اتنين. شوف هون. سين. عند النقطة هاي. سين. سالب واحد. صاد. سالب اتنين. يا سلام. واضح. فيم عرفتو ولا لا? عرفتو ولا لا? ها? في كمان قيم هون ازبتكن تشوفوا. هون نقطة هاي. شوف. سين. نص. صاد. واحد. خلاص حلوين هدول. عرفتوه صح? اللي هو ايش? صاد. يساوي. السين. ما لها. شو قاعد بصير فيها? بتنضرب. تنضرب باتنين. يعني صاد يساوي اتنين سين. احسنتو. ازا ما عرفت تجيبها بالطريقة هاي. اعمل معادلات. اعمل معادلات. يعني حط صورة الاقتران. صورة الاقتران هيك. صاد يساوي الف سين زائد با. هدا صورة الاقتران الخطي. خد نقاط. النقطة هاي حلوة. ايش النقطة هاي? صفر وصفر هاي. هاي النقطة. صفر وصفر. خد صفر وصفر. يعني سين صفر صاد صفر. عوض. عوض. صاد صفر. سين صفر. صفر بالف. صفر بالف. راحة الف. ضل با. ازا با شو يساوي? با تساوي صفر. حلو. عرفنا البا. خد نقطة تانية. هاي. واحد واتنين. خد النقطة واحد. واتنين. يعني سين واحد صاد اتنين. عوض. صاد اتنين. حكنا السين واحد. واحد بالف. الف. والبا ما احنا حكنا هيش. صفر. ازا الف تساوي اتنين. عوض في الاختران. خلاص. اتعرفت صاد يساوي. الف اتنين. صارت اتنين. الف اللي هي Matton. تنين سين. زائد با. با ايش. صفر. ازان هاي القاعدة. صاد يساوي. اتنين سين. اللي احنا جمناهون. صاد يساوي اتنين سين. لان اعرف سين. من وين? لوين يا صار يمين. لا تنسوا جماعة. يا صار يمين يا صار يمين. يا صار يمين. لا تنس من اليصار لليمين. من الصغير للكبير. من الصغير للكبير. من الصغير للكبير. طيب هاي بداية المنحنة واضح انها نقطة مغلقة ونهايته نقطة مغلقة. نقطة مغلقة يسار ويمينه مغلقة. ازن في مسواهون وفي مسواهون. مغلقة مغلقة. طيب بدايته من وين? من عنده وين? من عند السالب واحد. من عالسينات انا بجيب لا تنسوا. من عالسينات. من عند السالب واحد لا لوين? للواحد. من السلب واحد للواحد هاي. للواحد. ماشي يا جماعة? افرض يا جماعة نسيت وشغلة يسار يمين هاي. يسار يمين يسار يمين يسار يمين. تحط صين هيك. اكبر اصغر. ما نسيت يسار يمين? الصغير من الصغير للكبير. احنا حددنا من سالب واحد لواحد. سالب واحد واش وواحد. وينها حاطتنا مسوا هون وهون? لان هاي مغلقة وهاي مغلقة. يسار يمين او من الصغير للكبير اللي احنا حددناه من سالب واحد لواحد. اذا هذا مين؟ الإقتران الخطي. واحنا حددنا الإقتران الثابت. نحن عندي هذا الإقتران الثالث. طبعا واضح ان الاقتران التالت هذا كمان اقتران ما له. اقتران خطي. ومشهور. ليش مشهور يا استاذ? حط سين. حط صاد. حدد هون مسلا نقطة هي سين واحد صاد سالب واحد. واحد وسالب واحد. سين واحد صاد سالب واحد. خد نقطة تانية. سين اتنين. صاد سالب اتنين. عرفتوها اللي اكمل. حط لك كمان شوي. ها تلات سالب تلات. اربعة سالب اربعة. لا كتير هيك. خلاص عرفنا عرفنا استاذ. الوساط يسوي ايش? سالب سين. ضل احدد من وين لوين? سين اكبر اصغر. من الشمال الشمال هون جاي عند الواحد. يبقى هون يسار. يمين. طيب. واضح ان السام هاد الشمال عند الواحد. فيش مسواء. ليش ما فيش مسواء? لان النقطة ما لها? شايفينها? مفتوحة. مقابل للواحد ع السين. مقابل للواحد ع السين. وهون واضح ان هذا اليمين ساهم. اليمين ساهم يعني ساهم لليمين يعني مالة نهاية. ساهم لليمين يعني رايح للمالة نهاية. رايح للمالة نهاية. رايح للمالة نهاية. طبعا المالة نهاية احنا بنشيلها. سين اكبر من واحد ممكن تعملها زيك. سين اكبر من واحد. نعدل شكلها زي هيك. اذا هاي القاعدة تبعت الاقتران. الخطي الثالث هذا. واحد اتنين ثلاثة. الان اكتبوا هذا كلياته في اقتران واحد. اكتبوا كلياته في اقتران واحد عشان نسويهم مع بعض. نكتب القاعدة كلياتها. ها قاف سين شوف انا بدي اكتبه هيك. قاف سين. يساوي. خلنا اخدهم واحد واحد ومش شرط الترتيب. نخد هذا. هذا صاد يساوي اتنين. اتنين اللي هو الثابت. وعندك سين اصغر من سالب واحد. سين اصغر من سالب واحد. طيب ماشي. ناخد اللي بالنص هاد. اللي بالنص اللي هو هاد. اصاد يساوي اتنين سين. وعندك سين اكبر من او ساوي سالب واحد. اصغر من او ساوي واحد. والثالث اللي هو هاد. اللي هو اصاد يساوي سالب سين. وسين اكبر من الواحد. خلاص مرفوما ده السؤال استاذ استاذ ايش%. ما حك relevناش هي. بطلب الاحداث السينة لنقاط التشاعب. يا الاولاد الح الناقز ستوني. بطلب الاحداث السينة لنقاط التشاعب. هيها الاحداثة سنامكن نقاط التشاعب. يا سلام ولا اجمل منها. هيه. السلب واحد. الواحد الاحداثي السيني لنقاط التشعب اللي هم مين السالب واحد وعندك كمان مين وعندك القاعدة نفسها هذه الاحداثي السيني نقاط التشعب واضح أن المنحنين هدول هدول هاي من عند السالب واحد وادول من الحناية من عند الواحد. عرفتم كيف جبتم من هنا يا جماعة? من القاعدة نفسها. ازا حددت القاعدة بعرق نقاط التشعب. والنقاط التشعب السلب واحد والواحد. هون سلب واحد واحد نفسهم هما. ازا الاحداث السين لقاط التشعب سلب واحد واحد. جميل هذا الحكي او لا? سهل ولا في مشكلة? طيب ماشي. حلو يعني? طيب انتو الحلوين. اه هذا السؤال الثاني. صفحة اربعة سبعين في الكتاب. بيحكي لك اذا كان قاف سين يساوي سالب سين زايد خمسة وسين اصغر من صفر. اربعة. سين اكبر من اسو صفر وقل من ثلاثة. سين زايد واحد سين اكبر من اسو ثلاثة. السؤال بحكي لك جد قاف 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 قاف. ثم ارسم المنحنة. خانجيب القاف هاي اولا. وبعدين نرسم المرة هاي. اه قاف سالب واحد. اه هس السالب واحد يا جماعة. هون عندي سين اصغر من صفر. سين اصغر من من صفر. تزبط السالب واحد سالب واحد. اصغر من الصفر. اه. السالب واحد اصغر من الصفر. ازم بعوض السالب واحد هون. يبقى هون بعوض السالب واحد. بكتب قاف. سالب واحد. عوض سالب السين بعوضها سالب واحد. زائد زائد خمس طبعا سالب مع سالب واحد زائد خمس يسوي ايش ستة اذا سالب واحد ضمن سين اصغر من صفر سالب واحد اصغر من ايش من الصفر طب بدي عاود قاف صفر في عندي هون سين اصغر من صفر وفي هون سين اكبر من او تساوي صفر اكبر من او تساوي صفر اذا بعاود الصفر هون طب هذا اقتران ثابت اذا قاف صفر راح يطلع الاقتران الثابت اربعة. قاف تلات. ونعود تلات. هون سين اصغر من تلات. هون سين اكبر من او تساوي تلات. ازان تلات بتعود هون. قاف تلات. عود تلات زايد واحد. ساوي اربعة. طب بدي قاف سبعة. وين السبعة بتزبط? اه بتزبط عند سين اكبر من تلات. السبعة. تزبط عند سين اكبر من ترى تعوض السبعة هون اذا نقاف سبعة عوض سبعة سبعة زايد واحد نسوي ايش نسوي ثمن ماشي يا جماعة طيب استس في طرقة تانية في طرقة تانية اذا بتحب تجربها يعني تحط خط الاعداد ايو خط الاعداد شوف اجماعة هيك هاي خط الاعداد بحط نقاط التشعب هاي اللي هي الصفر والثلاث بس بحط الصفر الصفر عالجاه هاي والثلاثة عالجاه هاي هاي صفر والثلاثة الان مكتوب هون سين اصغر من صفر سين اصغر من صفر وين اللي اصغر من صفر الجاه هاي اصغر من صفر الجاه هاي ايش القاعدة سالب سين زائد خمس طب هون سين من صفر لثلاث من صفر لثلاث اللي ما بينهم يعني من صفر لثلاث ايش القاعدة اللي اربع ثابت طب هون سين اكبر من ثلاث اللي يلجأ هاي اكبر من ثلاث شو القاعدة سين زائد واحد طيب اه بده قاف سالب واحد قاف سالب واحد وين السالب واحد يا جماعة السالب واحد بيجي هون اذا وين عوضه هون اذا هون قاف سالب واحد يساوي عوضه هون سالب سين سالب واحد زائد خمس سالب مع سالب موجب واحد زائد خمس يساوي ست ست بده كمان قاف صفر قاف صفر الصفر هاي وعنده مساواه هون الصفر لانه صفر جايب النص هاي الصفر عنده مساواه هاي يساوي صفر اطلع الجواب اربع لانه اقتران ثابت بده قاف تلات قاف تلات برضو وين التلاتة عندها مساواه الثلاثة هيها عندها مساوة هون. فبعوض الثلاثة في القاعدة هاي. الثلاث زائد واحد. اربعة. بده قاف سبعة. وين السبعة? السبعة الجهة هاي بتيجي. بعد الثلاث. فبعوض الثلاثة هون. سبعة. زائد واحد. قاف سبعة تطلع كام? تمني. طيب ماشي. الان ارسم. نيجي لموضوع ايش? ارسم. حكينا ارسم. بدي اجزء هذا الاقتران. لكم اقتران يا جماعة. واضح ان الرسم عندي فيه ثلاث اقترانات. بدي اخذ الاولاني هاد. اللي هو قاف سين. خليها صاد. صاد تساوي. سالب سين. زائد خمسة. وعندك هون سين اصغر من من صفر. هذا الاقتران شو نوعه هذا الاقتران? هذا اقتران خطي. طيب اقتران خطي خلينا اعمله جدول. ها? ما يا جماعة? سين صاد. اه عندك هون سين اصغر من صفر. بلش بصفر? هاي البداية. واضح ان هي نقطة مفتوحة. سين اصغر من صفر. ليش مفتوحة لان فيش هون ايش? مسوا. خد اصغر من صفر. اصغر من صفر. سالب واحد. عوض الصفر هون هالسف الاقتران. سالب صفر صفر. زائد خمسة خمسة. عوض السالب واحد. سالب سالب واحد. سالب سالب واحد. موجب واحد. واحد زائد خمسة. ست. كف نقطتين. اقتران الخطي بكفيه نقطتين. مجيك بكفي نقطتين لتمثيل الاقتران الخطي. اه اه اين التمثيل البياني? ها. هاي ها. هاي التمثيل البياني. عندي صفر و خمسة. صفر و خمسة. اللي هي خمسة هون يعني. ونقطة طبعا ايش? مفتوحة. اي صفر و خمسة. وكمان عندي سالب واحد وستة. سالب واحد وستة. هاي. النقطة هاي. من البداية واطلع. يعني هيك. ماشي? هاي ها. ماشي يا جماعة. والبداية صفر وخمسة نقطة ايش? مفتوحة. وهي سالب واحد وستة. وصلنا. وصلنا ببينهم اقتران. حطي. طيب ماشي. نيجي لا. كلي هادة عجنب شوية. نيجي لا التاني واحد. التاني واحد عندي. بتاخد تاني واحد اللي هو صاد يساوي اربعة. هاد. نعتبره صاد يساوي اربعة. وعندك سين اكبر من او يساوي صفر. واصغر من ايش? من ثلاث. هادة الاقتران شنو يا جماعة? هادة الاقتران اقتران ثابت. برضو. اعمل جدول. سين. صاد. عندك نقطة بداية صفر. ونقطة نهاية كام? تلاتة. صفر. وتلاتة. وبرضو الاقتران الثابت بيكفيه نقطتين. بيكفي ايش? نقطتين. بداية. هاي معطيك بداية. ونهاية. واضح ان البداية الصفر. الصفر مغلقة. والنهاية اللي هي الثلاث فيش عندها مسواة. فالنهاية الثلاث رح تكون ايش? مفتوح. وطبعا الاقتران ثابت. اربعة. بصير عندك اربعة. وبرضو ايش? اربعة. وفي بداية ونهاية. بداية ونهاية. طيب تعال نمثله. بيانيا. عندك صفر واربعة. السين صفر. الصاد اربعة. رح الصاد عند الاربعة. ومغلقة. وعندك تلاتة او اربعة السين تلات الصاد اربعة نقطة. حكينا ايش? نقطة مفتوحة. وصل بينهم. خط ايش? خط مستقيم هاي هاد يوازم احور السينات. خط هاد يوازم احور السينات. ليش يوازم احور السينات? لانه هذا اقتران ايش? اقتران ثابت. نيجي لتالت واحد. تالت واحد يا جماعة الخير. اللي هو المفروض سين زائد واحد. صاد احكي صاد. يساوي سين زائد واحد. وعندك سين اكبر من او يساوي اكبر من او ساوي تلاتة. هذا برضو نوع الاقتران هاد اقتران خطي. من الدرجة الاولى سين السواحد. اعمل الجدول. ماشي. اهي اقتران خطي من الدرجة الاولى. سين صاد. وبرضو عندك سين اكبر من او يساوي تلاتة. عبرش من عند التلات وخد سين اكبر من تلاتة. خد تلاتة واربعة مثلا. وبرضو هذا اقتران خطي بكفي نقطتين 3 و4. التلاتة اللي هي البداية واضح ان فيهن مسواه. يعني التلاتة مغلقة خلاص البداية وتاخد اكبر من 3 مثلا عند الاربا. عوض التلات تلات زائد واحد اربعة. عوض الاربا اربعة زائد واحد خمس ولا تنسي التلاتة اربعة اللي هي البداية. ارسم برضو عندك تلاتة واربعة ثلاث وأربعة هون أجدت على نفس النقطة هاي ثلاث وأربعة هاي على نفس النقطة هاي والبداية مغلق طيب وعندك النقطة اللي بعدها أربعة وخمسة أربعة أربعة وخمسة هون وصل ما بين هون طبعا هيك بخط مستقيم هايو وازل بدك تحط له ساهم هيك حط له ساهم زي هيك إذن هذا يا جماعة تمثيل الاقتران هاي اللي هو معطيك يا في الرسم سالب سين زاعد خمسة خطي أربعة ثابت سين زاعد واحد خطي سالب سين زاعد خمسة اللي هو الأولى نهات خطي أربعة ثابت سين زاعد واحد برضو إيش خطي وشفتوا كيف طريقة التمثيل البياني خطوة خطوة وصلنا عند السؤال صفحة خمسة وسبعين السؤال الثالث بحكي لك إذا كان ميم سين يساوي سين نقص اثنين سين أصغر منه يساوي صفر سين تربية زاعد واحد سين أكبر من صفر جد ميم سالب ثلاثة ميم صفر ميم اثنين خنجب ميم سالب ثلاثة جماعا سالب ثلاثة ضمن سين أصغر من صفر السالب ثلاثة ضمن أصغر من صفر ولا أكبر من صفر السالب ثلاثة طبعا إيش ضمن أصغر من صفر فمنجب من هون ميم سالب سالب ثلاثة عوض السالب ثلاث صر سالب ثلاث سالب ثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة تطلع سالب خمس طب بدي ميم سفر من هنا يجب مي 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 زائد واحد تساوي ايش تساوي خمسة الان نيجي لموضوع ثم ارسم منحنة ارسم المنحنة ها الحل طبعا راح اقسم هذا الاقتران لاقترانين الاقتران الاولان هو الفرع الاولاني اللي هو صاد يساوي سين ناقص اثنين وعندك سين اصغر من او يساوي صفر هذا الاقتران اقتران ايش اقتران خطي خلنا نعمل له الجدول هاي سين صاد راح ابلش من عند من عند الصفر الصفر هو البداية والصفر نقطة مغلقة ليش مغلقة يا جماعة لان فيه مساوعة طبعا سين اصغر من صفر سين اصغر من صفر بناخد صفر اصغر من صفر اصغر من صفر خد عندك سالب واحد بكف نقطتين يا سيدي خليهم تلات سالب واحد سالب اثنين عوض الصفر الان صفر ناقص اثنين ناقص اثنين عوض السالب واحد سالب واحد سالب اثنين سالب واحد سالب اثنين سالب تلات عوض السالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين غيرنا اللون. اه صفر وسالب اتنين اللي هي البداية. صفر وسالب اتنين. السين صفر. روح عند الصاد عند السالب اتنين. الصاد عند السالب اتنين هاي. البداية نقطة مغلقة. طيب. بعدين سالب واحد وسالب تلاتة. سالب واحد عالسين وسالب تلاتة عالصار. هاي. وعندي سالب اتنين وسالب اربعة. سالب اتنين وسالب اربعة. طيب ارسم من البداية واسحب. من البداية واسحب. يعني هيك. من عندي نقطة البداية. واسحب الخط. ماشي? هيك. اهي من عندي البداية. عندي نقطة البداية هون. اين اسحبت الخط هيك. ده تحط صحب حط صحب. هاي خلاصة. هاي خلصنا رسمة الاول يعني. طيب. روحيك عزينا بشوي. بناخد التاني اللي هو سين تربيع زائد واحد. يبنا عندي تاني واحد صاد يساوي سين تربيع زائد واحد. وعندك سين اكبر من ايش? اكبر من الصغر. طيب يا جماعة نوع الاقتران هادا ايش? هادا اقتران يا استاذ تربيعي. اقتران ايش? تربيعي. طيب اقتران تربيعي. حط جدول. هاي الجدول. بدكش تحدد رأس المنحنى والمفتوح لاعلى ولا الاسفل ولا القصص هاي. بسرعة يعني نحددها انت رأيكم زي هيك. رأيكم نحدد رأس المنحنى والشغلات هاي. بنحددها سيدي. هاي عندك السين تربيع. السين تربيع ما لها? موجبة. ازا المنحنى هادا مفتوح لاعلى. طيب ماشي. اه حددلنا رأس المنحنى واستاذ. اللي هي سين تساوي سالب باق على اتنين الف. اللي هي تساوي سالب باق معامل سين. وين السين? فيش سين? معناته باق صفر. يبقى الباق معامل سين. وين السين? فيش سين? صفر. على اتنين الف. الف اللي هو واحد. يطلع صفر يعني. السين تطلع ايش? صفر. ازا الرأس المنحنى صفر. اللي هو السين. طيب اه صفر وايش يا استاذ كمان? صفر. طلع الصاد. الصاد يا سيد عوض الصفر. صفر تربيع. صفر زيد. صفر واحد. يبقى هاي رأس المنحنى والمنحنى مفتوح لا اعلى. طيب مش مشكلة. خلال رأعمل جدول هسة. حط لنا هيك اكم من قيمة يعني براس قمتين يعني زودوهم شوي. خليك كريمين يا جماعة في القيم. ها سين صاد راح نبلش من عندي مين? عندي الصفر. الصفر وسين اكبر من صفر. طبعا الصفر اللي هو البداية. ونقطة مفتوح. ليش مفتوحة? فيش مسواه هون. فيش هون مسواه. سين اكبر من صفر. خذ اكبر من صفر خض واحد. اتنين. تلات. يا الله. عوض الواحد. واحد تربيع واحد. واحد زياد واحد تنين. عوض اللي اتنين. اتنين تربيع اربعة. اربعة زياد واحد خمس. عوض التلات. تلات تربيع تسع زائد واحد عاشر. عوض الصفر اه صفر عوض نابل هيك. صفر تربيع صفر زائد واحد ايش? واحد وهي نقطة البداية. خليكوا فاكرين. طيب نقطة البداية. اجيب المنحنان اجيبو. اه اول نقطة عندي صفر. السين صفر الصاد واحد. روح عندي الصاد عندي الواحد ونقطة مفتوحة الصاد هيا عند الواحد ونقطة ايش مفتوحة طيب ماشي روح عند السين السين واحد الصاد اتنين سين واحد صاد اتنين هون هس سين اتنين صاد خمسة اتنين وخمسة اتنين وخمسة بعدين تلاتة وعشرة تلات وعشرة هون تلاتة وعشرة وصل هيك المنحنة ومده زي بدك ها زي بدك مد المنحنة خلاص ايبه هذا ايش رسمة السؤال هاك هذا الاقتران الخطي وهذا الاقتران ايش التربيعي هاي النقط المعطينية اللي خدناها ووضناها وهذا الاقتران ايش الخطي بس السؤال ها هيك بده جيت قاف وبعدين يقول لك ايش ارسم هاي رسمنا السؤال هاك سهل ها ما في مشكلة السؤال الرابع صفحة اربعة وسبعين السؤال الرابع صفحة اربعة وسبعين اه بحكي لك اكتب قاعدة الاقتران ها اكتب قاعدة الاقتران ها هذا الاقتران الجماعة عبارة عن ثلاث اقترانات هاي واحد ماشي هذا اول واحد هذا واضح انه اقتران خطي مشهور كيف ها استاذ عرفت انه اقتران خط مشهور حط عندك السين حط الصاد شوف قيمة السين واحد واحد السين واحد صاد واحد سين اتنين واثنين صرت خبرة اكمل ولا ايش هاي تلات وتلات خلاص استاذ معناه هذا عرفنا اللي هو صاد يساوي صاد يساوي سين طيب حط سين اكبر اصغر يصار يمين هاي الخط يصار الخط من هون وين جاي عند الصفر يمين الخط في عنده هون هذا اليمين الخط في عنده ساهم معناه اليمين الى الى مالة نهاية هذا الجزء طبعا ننشيله نظل عنده هذا الجزء الوسين اكبر من صفر سين اكبر من صفر في مساوة لا فيش مساوة حط مساوة يلا حطينا هاي مساوة عند الصفر وان اذا انصاد يساوي سين وهيك وسين اكبر من صفر اذا بدك تعدل هاي تكتبها بالطريقة هاي ها سين اكبر من او يساوي صفر بصير خلاص ها اول واحد تاني واحد هادا اللي صغير هادا شايفينو هاد ها اللي صغير هادا يا جماعة اللي هو خد قيم لسين قيم لصاد سين صفر صاد صفر ماشي صفر وصفر خد هون هيك سين سالب واحد صاد واحد او خدنا هون سين سالب نص صاد مص عرفتو عرفناه الساز اللي هو صاد يساوي السين والصاد نفس القيم بس سالب سالب صاد يساوي سالب سين سين اكبر اصغر يسار يسار يمين يسار الخط جاي عند السالب واحد ويمين الخط جاي عند الصفر اه حط مساوعة عند السالب واحد حط مساوعة عند السالب واحد طب عند الصفر خلاص حطينا مرة مساوعة عند الصفر عند هادا الاقترام خلاص بكفي مرة واحد ما هما الاتنين في نفس الاتنين في نفس ايش نفس النقطة خلاص مساوعة واحدة عند ايش الصفر هناك هون السلب واحد حطنا عنده مسابق اذا هذا الاقتران التاني اقتران التالت ثابت ولا لا يوازي محور السيناء ثابت صاد يساوي صاد يساوي مقابل لا يشهد على الصاد مقابل للواحد اذا صاد يساوي واحد سين اكبر اصغر يصار يمين اليسار واضح ان اليسار هذا يمين الخط هيوه وهذا يساره واضح ان اليسار في سهم اذا السهم عند اليسار معناته سالب ما لا نهاية لانه رايح لسالب ما لا نهاية على الصينات وهذا عند مين عند السالب واحد يمين الخط عند السالب واحد عند السالب واحد طبعا السالب ما لا نهاية راح نشيلها هيك ضل سين اصغر من سالب واحد. اه السالب واحد احطه مساوى الا محطش مساوى? اه احطينا مساوى هون عندي السالب واحد هاي. اقتران خلاص. اه كفي مساوى. وراح نشيل هاي. فراح تصير القاعدة هاي. صاد يساوي واحد. وسين اصغر من سالب واحد. صاروا كم قاعدة جماعة? ثلاث نكتب ونجمعهم في واحدة. اذا قاعدة الاقتران قاف سين يساوي. اه ناخد مين? ناخد من الشمال هاد ناخد هاد. صاد يساوي واحد اذا نساوي واحد. في حالة سين اصغر من سالب واحد. سين اصغر من سالب واحد. ناخد اللي بالنص الصغير هذا اللي بالنص. اللي وطلع عندنا صاد يساوي. صاد يساوي سالب سين. هذا في حالة سين اكبر من او ساوي سالب واحد. واصغر من صفر 30 و 1 هذا يجب أن تركه صادس أو سيم و سيم أكبر من أو ساوي أكبر من أو ساوي هاي قاعدة الإقتران هاي السلبة 1 هنا لا يوجد المساواة هي السلبة 1 هنا لا يوجد المساواة يوجد المساواة عندها لayer � tę إذن هاي قاعدة الإقتران المطلوب هاي قاعدة الإقتران المطلوب هاي الرسمة الأولى هل هناك رسمة ثانية؟ نأخذ رسمة ثانية هذه هذه الرسمة الثانية لكي تكونوا عارفين هذه الرسمة الثانية جماعة في نفس السؤال برضو بيحكي لك حدد قاعدة الاقتران احنا برضو بعدا عند صفحة 74 السؤال الرابع حدد قاعدة الاقتران طيب واضح ان الاقتران هذا من جزئين هاد وهاد 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 كتب لك كل الاقتران جنب القاعدة تبعتها هاي تبعت السين تربيع اذا هون هذا الاقتران صاد يساوي سين سين تربيع وكتب هاك هل نستفيد من الوقت صاد يساوي سين تربيع طيب من وين لوين؟ بتكتب سين اكبر اصغر هذا شمال لا تنسوا شمال يمين صغير كبير دايما الفترات من الصغير للكبير من الشمال لليمين هون هذا شمال الخط جاي عند الصفر واخرية واخرية الخط هاي عند الاثنين من صفر الاثنين واضح الاثنين مغلقة والصفر خلنا نحطه مساوى عند الصفر هون ماشي هذا بالنسبة لها طب هاد هاد اقتران خط هاي كتب لك القاعدة هاي كتب لك القاعدة ثلاثة سين يعني صاد مساوي ثلاثة سين سين برضه اكبر اصغر شمال يمين او صغير كبير واضح شمال الخط هاي ويمين وهاي شمال يمين شمال ها شمال يمين شمال يمين حطينا مساوى عند الصفر هناك خلاص محطش مساوى هون ازا الاقتران بصير كالتالي قاف سين او كانو كاتب عليه هاء سين ما بفرقش قاف سين او هاء سين يساوي خلنا نخل من الشمال هذا الاقتران ثلاثة سين وهون سين اكبر من او يساوي سالب واحد واصغر من صفر الاقتران التاني اللي هو سين تربيع وصين اكبر من او يساوي صفر اصغر من او يساوي اتنين لاحظوا الصفر هون محطتش عنده مساوى حطت عنده مساوى هون وطبعا هاي النقطة مغلقة عند الاثنين ومغلقة عند السالب واحد هاي السالب واحد والاثنين مغلقة ازا هذا الاقتران المطلوب طيب اه ضلت سؤال هاي في صفحة 75 بحكي لك اي من الاشكال الاتية تعبر عن الاقتران قاف سين شو رأيكم ياخدوه طيب ماشي الحال اخر سؤال اللي هو سؤال رقم ستة صفحة 75 سؤال ستة صفحة خمسة سبعين بحكي لك الاقتران هاد هذا الاقتران قاف سين والرسم له هاي ولا هاي ولا هاي اربع رسمات طيب شوفوا يا جماعة شايفين الطرف هاد دهو السالب اثنين بدجب قاف سالب اثنين قاف سالب اثنين من وين قاف سالب اثنين من هون طبعا هايها من هون عوض سالب 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 اثنين ناقص واحد سالب مع سالب صرت اثنين موجب سالب مع سالب موجب اثنين ناقص واحد تسوي ايش واحد ازن السالب اثنين لازم تكون مع مين؟ مع الواحد تاني سين صاد سين سالب اثنين صاد تطلع واحد الحل وهاي لازم تكون في هون مسواة لازم تكون نقطة مفتوحة يبقى سالب اثنين مع الواحد هذا السؤال سالب اثنين مع واحد سالب اثنين مع واحد سالب اثنين مع واحد لازم يجي هون يا جماعة لازم تيجي هون صح طب هي جايه هون سالب اتنين مع واحد لازم تيجي هون طب ليش جايهات؟ اذا الشكل هان خطأ نشوف ماشي؟ ااا نيجي للشكل هان السالب اتنين مع واحد سالب اتنين مع واحد لازم تيجي هون طب لابه ما فاش اشي هون فيش نقطة جاي هون اذا برضو هاد الشكل برضو ايش برضو هاد لا يصلح الشكل الثالث ايه هاد فيه هاد اقتران ثابت ايه هاد ثابت هاد اقتران ثابتة كلها كلها اقتران ايش ثابتة وفي هون اقتران ثابت كلها اقترانات خطيه اذا هاد الشكل لا يصلح ايه مضلش الا واحد اذا خطأ هذا لا يصلح هذا لا يصلح طب هاد هذا الشكل ما نقطع اكيد هذا الصح طب نتأكد نتأكد حكينا سالب 2 واحد سالب 2 واحد اه والله هايها جاي هون هايها نقطة مفتوحة فعلا ولو جربت باقي النقط راح يطلع هذا ايش الشكل ولو رسمت هذا الاقتران ارسم هذا الاقتران يطلع شكله زي هذا اكد منه ارسمه هات شوفه بيطلع هذا ولا لا شوفه بيطلع هذا الاقتران ولا لا اولك واحد منهم خلاص هذا غلط هذا غلط مضلش الا هات هذا لو رسمته لو رسمت الاقتران هات شوفه بيطلع هذا الاقتران ولا لا انا ما اجربت بصراحة بس شوف هذا الاقتران بيطلع هذا ولا لا ها السالب اتنين صورته واحد هسا السالب واحد مثلا السالب واحد سالب سالب واحد واحد نقص واحد صفر السالب واحد مع الصفر اه السالب واحد مع الصفر مزبوط الصفر مثلا 0 زائد 1 1 0 مع 1 0 مع 1 مزبوط جرب الواحد 1 نقص 1 0 1 مع 0 مزبوط جرب الاتنين 2 نقص 1 1 2 مع 1 2 مع 1 مزبوط جربت نقاط كتير تلعى الشكل هذا الصحيح طبعا احنا هيك يعتبر خلصنا الاقتران المتشعب في الجزء هذا في الجزء هذا اللي احنا حكناه ولا الاقتران المتشعب إله إله تكمله الاقتران المتشعب احنا حكينا احنا اشتغلنا على الاقتران الثابت اشتغلنا على الاقتران الخطي اشتغلنا على الاقتران التربيعي هسا الاقتران المتشعب ان شاء الله فيما بعد راح يجينا فيه اقتران فيه مطلق وراح يجينا اكبر عدد اكبر عدد صحيح اكبر عدد صحيح طبعا الاقتران مشاعب ممكن ادخل لك فيه طبعا الاقتران اللي اخدناها ممكن يدخل فيه اقتران تكعيبي ممكن يدخل فيه اقتران نسبي زي اللي اخدنا رسمته وفكرينه اللي كان يطلع زي هيك زي هيك ممكن يدخل فيه اقتران الجذر فكرين الجذر اللي كان يجير اسمته زي هيك او هيك او هيك فكرين الاقتران تاي فالاقتران المتشاعب احنا انا حكينا الجزء هو موجود في الكتاب على الجزء هات حاليا لحد الان بس الاقتران متشاعب ما بتقدر تحصره في شغلات معينة الاقتران متشاعب ممكن يكون فيه ثابت خطي تربيعي تكعيبي جذر نسبي ممكن يكون فيه اكبر عدد صحيح ممكن يكون فيه مطلق ويلو رسمات يعني غريبة عجيبة ان شاء الله احنا خلينا على الجزء هاد والله يسر في الجزء اللي جاي ان شاء الله منكم طولنا عليك وعنا اليوم يعني ما صورت في المدرسة في الحصة مباشر يعني انا كل طلع القلم في الفيديو طبع اليوم الاقلام بس اللي انا بكتب فيها وطلع الصوت يعني ان شاء الله يكون هذا الشرح ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه والله يوفقكم ان شاء الله ونشوفكم في الدروس القادمة اشتركوا في القناة